يا صباح الخيرات بسم الله مكملين رحلة التأملات في كتاب الله وصلنا لآخر الجزء الأولاني من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إحنا مستمرين مع عناد يهود المدينة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سمع يهود المدينة القرآن من سيدنا رسول الله وسمعوه بيقرأ بيجيب سيرة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب والأسباط اللي هم أولاد سيدنا يعقوب قعدوا يقولوله طيب أنت عمال بتدعو إلى الإسلام وهؤلاء الناس لم يكونوا على الإسلام لو أنت بتعظمهم وتذكرهم في كتابك وربك منزل عليك كتاب بيقول اتبع ملة إبراهيم طيب إبراهيم لم يكن مسلما فاتبع إبراهيم يا محمد كأنهم بيعدلوا على سيدنا رسول الله وعلى المؤمنين رغم أن القرآن نازل بدعوة جميع الدنيا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وبالأخص الناس اللي كانوا عايشين مع سيدنا رسول الله في المدينة وهم يهود المدينة وهم أكتر الناس بالمناسبة كانوا عندهم عند رغم أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مذكور بصفته لدرجة في التوراة عندهم لدرجة أن هم كانوا يشوفوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيعرفوه ويبقى اليهودي ابنه بيموت رجل ابنه كان بيموت فطلب النبي يشهد وفاته فدخل النبي على الصابي الصغير بيبصر بيقول له يا ابني قل لا إله إلا الله فبص الولد كده الأبو فالأب قال له أطع أبا القاسم شوف اليهودي مصدق النبي إزاي عليه الصلاة والسلام أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي شوف أنقذه بي علشان كده ينزل القرآن على يهود المدينة وطبعا على سيدنا رسوله ويقول لهم أمتق قل أتحاجوننا المحاجة هي المجادلة بعلم والمجادلة بحجة لكن للأسف العلم اللي عندهم مكذوب لأنهم متأكدين أنه سيدنا محمد قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون عمالين بتعدلوا علي بالحجة أن ربنا ما قال ليش أدعو الدين جديد بل أتبع إبراهيم اللي أنتوا بتدعو أنه كان يهوديا أو نصرانيا طيب أنتم لكم أعمالكم ولنا أعمالنا ونحن له مخلصون خلاص إحنا دورنا في الدنيا الدلالة وأنا بقول الكلام ده الأصحاب كتير بيتعصبوا جدا أمما بيتكلموا في الدين وعايزين اللي قدامهم يقتنع على طول ويقوم ينفذ الكلام أقول لك لا يا صديقي لا مفهوم جدا الحب اللي جواك والرغبة أن كل الناس تسمع كلام ربنا وكل الناس تطيع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكن إحنا دورنا الدلالة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالآبات فربنا بيقول قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم طيب خلاص أنتم مش عايزين تسمعوا الكلام لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نتحاسب بكرة قدام ربنا ونحن له مخلصون موحدون لربنا سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هدى أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله أنتم هتعدلوا على ربنا سبحانه وتعالى اللي نزل في القرآن على سيدنا محمد يوم ما قال له وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا متوجه لربنا مائل عن الشرك حنيفا مسلما كما ورد في آيات كثيرة في القرآن قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أيوانتم مفوت تشهدوا باللمكتوب عندكم يا يهود المدينة في التورا إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مذكور بصفته ومذكور بطريقة تخلي الإنسان لا يخطئ أنه نبي آخر الزمان وخاتم الأنبياء ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت خلاص يا محمد هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الناس ذهبوا وتركوا الدنيا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون تفرغ يا رسول الله لدعوتك وتفرغ يا كل مؤمن للدلالة بحب ورحمة ومنطق عن الله ثم بعد ذلك اللي مش هيتبعك لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونتقابل عند ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في عباده ويحكم ما يريد نبدأ المرة الجاية سبحان الله أيام عدد بسرعة وخلصنا الجزء الأولاني 141 آية ونبدأ إن شاء الله المرة الجاية في الجزء التاني سيقول السفهاء من الناس صباح الفل والخيرات والبركة نشوفكم على خير إن شاء الله سلام عليكم